العرف يا دكتور محمد من أهم مصادر الشرع الإسلامية العقلية ولو كان عرف ضد الشرع العرف ما يتصدمش مع الشرع أبداً لأن العرف الشرط الأساسي به ألا يخالف نصاً ما هو العرف؟ العرف هو اضطراض اضطراض بمعنى تكرار مش ده السلو بتاقل لك سلو بلدنا كده يا لا مش بالضبط يعني هو يمشي في اللغة العامية سلو بلدنا يعني عرف بلدنا لكن التعريف الشرعي له هو اضطراض عادات الناس على سلوك معين حتى يصبح عادة دائمة زي في مزان الشرع مقبول أو غير مقبول يبقى عرف يؤخذ به إذا كان مقبول يعني لو ناس اصطلحت على التبرج مثلاً لا 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 ما أنا قلت بشرط ألا يخالف نصاً هيبقى عرف فاسد الحضراتك بتقوله فيه عرف صحيح وعرف فاسد العرف الفاسد ليس محل اتفاق خالص هل نستطيع أن نقول العادات والتقاليد بتؤخذ بقى في مدان الشرع؟ العادات لو تحولت إلى عرف صلعادة ممكن تحصل مرة واحدة أو مرتين إنما العرف ده مضطرد يعني مشتديم ولذلك الإمام الشفعي لما جيه مصر التزم بعرف المصريين وما كانش موجود في العراق اللي هو كان فيها في الأول بس ما كانش بيصطدم مع نص من الشريعة ما فيش اصطدام ما فيش اصطدام نشرط يعني مثلاً وافق على الشبكة الزهبية وما كانش موجود الله في مصر عرف المصريين كده واخدينه عن الفرعن طيب هو قالت ابو داية عرض ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال التامي سنوات لها صدى في الشرع لها صدى وسيدنا عمر لما حب يأيد المهر وقفيت له السنت في الجامعة وعترضت وقالت يا عمر كيف يقول الله وقاتيتم إحدهنك انطارر وتريد أن تقيد علينا فقال لها أصابت امرأة وأخطأ عمر هذه الرواية صحيحة دكتور الرواية هذه صحيحة والله دا مشهورة دكتور محمد مشهورة جداً في نفسي منها شيء معلش هي مشهورة يعني معنى ايه في مواقف ناس بتقول وناس بتأطر إذن القوامة في البيت للرجل نعم هل يجوز شرعاً أن تكون المرأة دا حيبقى زي ما تقولي السير عكس الاتجاه السير عكس الاتجاه والاتجاه أن الراجل هو القيل فييجي الراجل لمؤاخزة يتكاسل لا يبحث عن عمل عايز ينفق على شهواته أو إذا كان مدمن أو غيره غيره وقاعد في البيت والست بتخرج تشاله وتتديله طيب هي بقت كده القوامة ليها في البيت هل دا أمر مألوف ولا عكس الاتجاه عكس الاتجاه طيب خلينا ناخد من حدك تعرف كده جميل بسيط مبسط للقوامة ما مفهوم القوامة القوامة بين الزوجين غير القوامة بمعنى فرع من فرع الوصاية لا القوامة في الزوجية يعني رجل قوام رجل قوام أي اللي يتحمل جميع أعباء الزوجية من رعاية ومعاملة وإنفاق مالي يشمل المطعم والمسكن والمشرب وفقا لقدراته المالية إذن القوامة تكليف وليس التشريف الله يكرمها في خدمة أهلية الله يكرمها طيب الفرق بين القوامة والوصاية لا دي حاجة تانية خالص سكة تانية خالص جميل القوامة اللي احنا قلنا عليها بين الزوجين لا علاقة لها بالوصاية إزاي؟ الوصاية دي عبارة عن إسناد الإشراف على القصر من الأبناء لطرف ما إذا كانش في طلاق إذا ما كانش في طلاق ما اسمهاش وصاية الأب اللي بيشرف يبقى اسمها ولاية آه جميل إذا العلاقة الزوجية قائمة اسمها ولاية ومحببة وهديئة ومثالية آه يبقى ما فيش حدي خالص يقدر يقول للرب ما تشرفش لا على التربية ولا على المال فيجمع الأتنين مع بعض طيب حصل الوصاية والولاية آه أيوة ينضماني معا عندما تكون الأسرة مستقرة تمام طيب حصل بقى إيه عكس ذلك لا قدر الله آه إما بالفرقة اللي هي الطلاق أو التطليق أو غيره وإما بالوفاة هو إيه الفرق بين الطلاق والتطليق التطليق نائما يكون بيد القاضي لأن فيه كلمة حتى إيه نوع من الغصب أجبرك على الطلاق فيه تطليق تفعيل آه يعني التطليق سلطة القاضي نعم يحكم يحكم بينهم بالتفريق بالزبط بالزبط اسمه تطليق تمييزاً لو عن الطلاق يعني الآن ده ما بيطلقش أصلا؟ لا بيطلق طب ما هو ما طلق مش اللذي يطلق هو الزوج بس عالك الأصل أن الطلاق بيد الرجل لأن الطلاق هو عبارة عن تصرف بإرادة منفردة بيد الزوج كما قال الله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم وبالتالي ليس من أي حق يطلق يعني ما فيش قد يقول مربضة طلق بالله لا 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 خالص ده بقول في الحكم بتاعه إيه ومجال المعمول بي في المحاكم؟ ما أنا جاي لساعدتك هو أقول إيه بعد التحريات أيها وشبوت أن الرجل مخطئ وكذا وكذا حكمنا بالتفريق بين الرجل والمرأة طلقة بائنا ولأسباب معروفة في الفق الإسلامي ده اسمه يبقى الطلاق ولا تطليق؟ ده تطليق مش طلاق لأنه مش بإرادة الزوج طب هنا الزوجة تطلق شرعاً تطلق جزها؟ لا الزوجة تصبح مطلقة من زوجها وإن لم ينطق هو كلمة الطلاق الحالبية أيوة إزاي بابا ما قالش أن تطالق جاي لك أهو بقول أهو حكمنا بالتفريق يعني بالتطليق بالفصل بينهما ماشي ده حكم القضي بس مش فرض الزوج يقول لها أن تطالق جميل هنا بقى تيجي حتة الولاية بقى اللي نتكلمها في حلقتنا أيوة الولاية إما ولاية عامة وإما ولاية خاصة الولاية العامة هي ولاية الحاكم ولي الأمر ده أعلى سلطة في البلد رئيس الدولة هو الوالي العامة على الدولة بتتفرع على الولاية العامة ولايات خاصة من بين الولايات الخاصة هو مش الولي الشارع ده هو القضي لا رئيس الدولة رئيس الدولة ده الولي كان يطلق في صدر الإسلام أحيانا حاكم الولاية أو حاكم المدينة المتفرعة عن الدولة الكبرى الأمير يعني بيسأل أمير ولي خاص يعني ما هوش الولي العام الولي العام خليفة المسلمين أو أمير المؤمنين أو النبي صلى الله عليه وسلم إنما تتفرع عنها بقى عايز يعمل قضاء أيوة والقضاء في بلاد مختلفة فيحمل هذا القاضي صفة الولاية الفرعية التي أعطاها له الحاكم العام اللي هو الولي العام في مقتضى هذه الولاية فيها نوع من التفويض يحل فيها القاضي محل الزوج فيه تنفيذ كثير من الأمور فيحكم بالنفقة يحكم بالطلاق يحكم بكذا كذا كذا لأنه معاه ولاية سلطة يعني عالمين وإن تأبس زوجه ورفض رفض أن يلجأ القضاء رفض أن ينفذ حكم القضاء حيتحبس يعني لو القضي طلق الحكمنا بالتطليق طلق بائنا نعم والزوجة المس مطلقة من لحظة صدور هذا اللفظ من القاضي أزوحت المرأة تبدأ عدتها فورة وإن لم يطلق زوجها يخبط دماغه في الحيط لأن الطلاق ده طلاق بائن طلاق القاضي قانون سندس ده دكتور ماشي طلاق القاضي طلاق بائن يعني بائن يعني إيه طلاق المقرح هذا زوج مقرح ده مش مقرح يا باشا ده بعد التحريات وبيقول له أنت معترب بالأخطاء كتاعتك كذا كذا والتحريات جات من المباحث كذا وإنفاق العام ومرتبك في الكلية كذا وأنت مش راضي تدي لزوجتك كذا خلاص أتحر إذن أنت مخطئ أيوة ويترتب على ذلك أننا رؤتي للزوجة حقها في الطلاق طلقة بائن هو بقى أنا مفترض محطة جد جيز زوج قال مش مطلق ما ينفعش ليه لأن الشرع كلف القاضي باعتباره وليا خاصة على المشلمين فوضه في إصدار بعض الأحكام الشرعية رغما عن الزوج زي بالزوج هل يحتمل أن يكون هناك ظلم من القاضي مثلا طب لحظة لو خليها بنيش ع حوال شخصية خليها قضية دين ماشا والقاضي تسبت بأن الدين ده قائم وفيه سند وفيه كنبيانة وفيه شهود وكل حاجة فلما يحكم بحبس المدينة المماطل حتى يجبره على سند الدين وعمل الدين قاله أمانش دافع برضه اتفضلت حبس الدين مختلف لأن الزوج الذي يملك عقدة النجاح هو الزوج ما هو إحنا من بيملك من بيملك الحلول محل الزوج في إبرام عقد الزواج وفي الطلاق وفي التطليق وفي الخلح القاضي مفروض لا أحد الزوج وليه نفسي القاضي يعني أنه الزوج متعسف ورفض إعطاء المرأة حريتها وهو ظالم يبقى ألجأ لمين ومش الحديث النبوي يوجهنا لذلك قاله طليقها الحديث يقول إيه فإن اشتجروا مين اللي اشتجروا الزوج والزوجة اختلفوا فالسلطان وليه وملا ولية له ده مصريح الحديث أصبح القاضي وليا يقوم بالحلول لمحل الزوج إذا حكم القاضي بالتطليق ليس شرطا أن يقر الزوج بالطلق أو لا لا خلاص وقع الطلق خلاص هو استنفت سلطاته من ساعة ما الزوج قال طالق تحسب عدته بمجرد ما ذهبت للقاضي انتفت سلطات الزوج ها انتفت سلطاته ده كلام خطير لا ده هو ده الشرع يا باشا انت رايح للقاضي هو ده الشرع أصلا ليس بالقانون الوضعي والقانون الوضعي متاخذ بالشرعي فمسألة حول الشخصية مسألة واضحة مش راحته الرسول قال له طلقها انشئت الرسول محكمش ده الكلام ده كان في الخلع ايه الفرق من لو ودي قضية كبيرة جدا ان شاء الله نعمل لها حلقة هل القانون المصري متوافق مع الشرع في الخلع ولا لا ممتاز اه طيب هنا من نعمل لها الولاية اذن تسقط ولاية الزوج بدخول القاضي في الموضوع بالنسبة للطلاق اه جميع وبالتالي بقى الوصاية تترتب بعد الطلاق ايه وبعد ما حصل امتصال سواء بالتطليق او بالطلاق او بالخلع او باي حاجة من دول عندنا فيه اولاد مم ما مصير لاشراف على الاولاد مش كان الاب قبل الطلاق بيشرف على الولاية التربوية والولاية المالية سليم اللي اتنين مع بعض نعم وكنا بنسمونه ولاية وما بنجيبش سيرة كلمة القصاية حلو لما الراجل طلق بتنفصل عنه شق من الولاية اه لا بيتنفصل عنه لا مش الولاية بتنفصل عنه الاشراف المالي ما الولاية لها شقين شق تربوي وشق مالي تمام مش كده سليم طيب الشق التربوي خلاص الزوج طلق والولاد عيبوا في حضانة امه ده ده القانون والشارع والشريعة برضه والشريعة الاطفال لا مهد راح اتاء واحدة واحدة كده حضر حضر بوريك تحضر لك الخير لو زوج طلق زوجته الاولاد شرعا لو كانوا قصر قصر لحد كم سنة القصر لحد ما يبلغ سن الرشد القانون عامل سن الرشد واحد وعشرين سنة وده طفل يا دكور ده ها ما شاء الله ده رجل الشريعة مختلفة مع الشريعة بقى سن تختلف الشريعة عن القانون في سن البلوغ والرشد الشريعة كم الشريعة البلوغ وحدت وحدت بمعنى الانسان اذا بلغ سنا معينا صار بلغا في كل امور حياته في الزواج في الانتخابات في المسئولية الجنائية في المسئولية المالية ده في الشريعة ايوة كم سنة للولاد والبناء الغالب ايوة الغالب عند الفقهاء الوقتي واللي باخد بور قانون 18 سنة يخرج الانسان من الطفولة الى كلمة بالغ ذكر او انثى ايه ذكر او انثى ليس بالبلوغ الجنسي مثلا لا لا يختفت القانون الى البلوغ الطبيعي انا اتكلم الشرع الشرع البلوغ الطبيعي يعطي للصغار حقوقا كثيرة لا يعطيها القانون وان كان الشرع لا يمانع مثلا حاجة زي التصرف في المال فالقانون عامل 21 سنة الشرع عامل كم سنة؟ الشرع قال بدأ بلغ وبدأ نقول له الجوز ودي صدق في الانتخابات ولو قتلت واحد تبقى قاتل ما ياخد كمان الاشراف على ماله لكن التطور الزمني جعل ان ما فيش ولد عنده 15 سنة اللي هو السن المعتد للبلوغ في زماننا نقول له خذ 2 مليون جنيه انت وارسهم عن ابوك صرف فيه ولما لا إذا كان هذا هو الشرع والله الشرع يقول كده صح بس أن العرف بيغير أو بيقيد المباح العرف وهل هذا من سلطة ولي الأمر سلطة ولي الأمر أن يقيد المباح أيوة أيوة يقيد المباح لمصلحة الغير أو لمصلحة الجماعة فالولد ده ما يقدرش يعمل شركة ما يقدرش يتعاقد في صفقات كذا كذا فقال له انت ناقص الأهلية لحد دلوقتي لما تبلغ 21 سنة وده الحتة اللي احنا مختلفين فيها مع القانون لأنه عنده 20 سنة كتير قوي ده راجل ما شاء الله ده وكيف تعطيه الحق بغل يعني كيف تعطيه الحق في الزواج وتحكم عليه في الجنايات ولا تعطيه الحق في صحب ماله ما هو ده التناقض القائم بين القانون وبين الشرع طب إذن في دقيقتين هنا يأخذ الوصاية إذا كان الأولاد قصر فحق الأم الأولاد هيروحوا للأم اللي هي الولاية الترباوية ده شرعا حتيب إذن اسمها إيه بقى اسمها الحضانة أنا بس عايزة أخذ بين الشرع والقانون طالما قصر مع الأم ده شرعا ولا قانون لأن الطفل إذا بلغ في معظم الأرى الفقهية إذا كان أقل من عشر سنوات كل المذاب الفقهية ومنهم الموقف النبي صلى الله عليه وسلم مع سيدنا عمر عندما اختطف ابنه من على كتف زوجته لأم عاصم فقال له لريحها وحنانها أطيب عند الله من أخذك له وخبالك فقال إن الولد لحد عشر يدلل ويهدهد ولا ينام إلا مع أمه ولا يشفى من مرض إلا بيد أمه فإذا تخطس إن العشرة صار صبيا مميزا ومعنى مميز يعني يقدر يفهم ويقول عايز أبوي أو عايز أمي يخير أيوة فالحضارة فالحضانة تشرع برضو أيوة كل ده شرع لحد سن عشرة وكان تمانية قبل كده عند بعض الفقهاء قالوا ده يبقى مع أمه ليه هو ده سن هذا هذا والتدليل أما بعد العشرة سن الخشونة والتقويم فده الشرع يخير إذن القانون إيه بقى حتنفصل الولاية التربوية عن الأب وتروح للأم اسمها إيه بقى العملية ده حضانة اسمها حضانة يبقى الحضانة لحد كم سنة الحضانة بقى القانون بقى مختلف فيها حدد فيها مسألة فيها مشكلة ليه لأنه حاز ستطور في القانون بتاع الأحوال الشخصية وهو ليس من عندياته وإنما فضل أن يأخذ بعض الآراء أو المذاهب دون بعض الأخ فهي مسألة اجتهدية حتى لنظلم القانون بدايات القانون للأحوال الشخصية لما طلع الأقصى سن للولد 8 سنين فإذا وافق القاضي على مد المدة بتاع 8 سنين يبقى 10 سنين والبنت البداية لحد الأقصى 10 سنين فإذا وافق القاضي على مد المول يبقى 12 سنة ده أقصى حاجة كانت في القانون في مراحل السابقة دخل على القانون تعديلات مختلفة فرفعوا كلمة 10 أو 12 إلى 15 وقالهم في السن دي بقى والولد فاضل مع أمه من الأول لحد الـ 15 يخير طبعا بعد الـ 15 سن بعد الـ 15 يقول يستمر مع أم يستمر مع أبو في الغالب والعام يستمر مع الأم لأنها صاحبة الحنان والرعاية والأخوال غير الرجال وغير الآباء فالحقيقة مطعن على القانون أنه شبه جعل الحضانة مستديمة للطفل والفتاة لحد البنت لما تتجوز أولاد 21 سنة يبقى خرج تماما عن رعاية الأب في هذه الحالة إلا أنه بينفق عليه بس أحسن تركمل في الحلقة القادمة مع هذا مطعن على القانون وكيف نوجهه حتى يتماهى مع الشرع الحكيم شكرا سعادتك الله يكلمك ربنا يبركي ترجمة نانسي قنقر